اشتركوا في القناة مستوى التصنيف يعني كلها بصنفها في نفس المستوى ما مدى صحة العبارة مع التفسير طبعا كلام ده غلط اقول له عبارة ايه خاطئة يبقى كلام ده غلط طب ليه لو احنا فاكرين خدنا بل كده اللي هي البكتيريا حقيقية وبكتيريا اللي هي قديمة كان بتنتمي المين لمملكة مين اللي هي البدايات مديات كائنات وحيدة الخلية خدنا مثلا اللي هو تحلب زي اللي هو كان وحيد الخلية بس كان بينتمي لمملكة مين النبات عندنا كمان خدنا اللي هو فطر الخميرة كان بيد بعمين اللي هو مملكة مين اللي هي الفطريات وكل الكينات دي إنه هو وحيدة ايه الخلية يبقى مش شرط هنا إنها تكون وحدة الخلية كلها حطوم تحت ايه نفس المستوى التصنيف رقم اثنين فسر توجد الطحالب بألوان مختلفة خدنا الطحالب اللي هي الرقية وعرفنا إنها فيها عدة ألوان كان عندنا أول حاجة خدناها activة اللي هي شعبة اللي هي طحالب اللي هي الحمراء وكان دي بتتميز بأنها عندها أصباغ لونها إيه عندها حاملات أصباغ لونها أحمر فعشان كده بتازر بلون الأحمر زي اللي هو تحلب اللي هو إيه البيلوسولفينيا واخدنا بعد كده اللي هي شعبة التحالب البنية ودي كان بتتميز باحتواء خلايا على مين حاملات اللي هي أصباغ لونها بني زي تحلب اللي هو الفيوكس خدنا كمان اللي هي شعبة اللي هي التحالب مين الخضراء ودي تناقن في بعضها وحيدة خلايا وفي بعضها اللي هو عديد الخلايا وكأده تتميز بوجود مين اللي هو اي صبغة كولورفيل اللي بتحتوي على اي بلا السدات خضراء زي اللي هي مثال اللي هو تحلب الكلميدومونس وهي تحلب مين اللي هو السبير وغيره في اضغط درستك للتصنيف التقليدي تصنيف تقليدي خلي بالن معنى كده انا بتكلم على مملكتين بس اللي هو عملها اليونس اللي هو مملكة اللي هي النبات ومملكة مين الحيوان خلي بالن اقترح المملكة التي يمكن ان ينتمي اليها الكلميدومونس احنا عارفين الكلاميدو مونس ده عبارة عن تحلب بوحيد الخلية تحلب بوحيد الخلية بينتمي التابع مين شابط اللي هي التحالب الخضراء وإيه عند اللي هو التحلب ده عنده بلاستيدة فنجانية الشكل شكل الفنجان وفي نفس الوقت بيتحرك عن طريق اللي هي الأصوات خلي بالنا فانا عند التصنيف التقليد احنا تفقنا عندنا حاجتين اللي هي مملكة نبات أو مملكة نباتية والمملكة ايه الحيوانية فعند اللي هو الكلاميدو مونس ده ممكن اصنفه تحت المملكتين ازاي فعندنا اول حاجة اللي هي المملكة النباتية هصنفه طبعا مين المملكة ايه النباتية طب ليه علشان عنده مين اللي هي بلاستيدة ايه اللي هي خضراء لانه يحتوي على ايه بلاستيدة خضراء فنجانية الشكل شكل فنجان فنجانية الشكل وفي نفس الوقت ممكن اصنفه طبعا مين المملكة ايه الحيوانية طب ليه علشان بيتحرك بيتحرك عن طريق مين اللي هو ايه اللي هو الصوت يبقى عنده ايه صوت بيتحرك ايه عن طريقه تم ترك قطعتين من الخبز احدهم اجافة والاخرى مبللة بقليل من الماء في مكان دافئ لمدة 3 الى 4 ايام وعند فحص العفن النامي على قطعة الخبز المبللة تحت الميكروسكوب تم ملاحظة الكائن الموضح بالشكل امامك شكل قدامنا طبعا ده عبر عن مين عبر عن فطر اللي هو عفن الخبز بداه فطر عفن الخبز فبقولي هنا اول سؤال ما سبب التغير الذي حدث لقطعة الخبز المبللة احنا دلوقتي عندنا قطعتين خبز اول واحدة نشفة والتانية ايه لايه جفة والتانية ايه مبللة المبللة طبعا هيه اللي هيحصل فيها التغيير بس عشان ديها ظروف مواطية للحياة ظروف مناسبة للحياة بالنسبة للفطرة ده لازم شروط هنا علشان ينمو الفطرة ده ان ينمو فيه اللي هو جو ورطب تمام فانا عندي هنا في رطوبة لانها قطعة خبز ايه مبللة هنا يتغير لان هنا يكون لي مين اللي هو العفن الاسود فعند هنا اللي هو الفطرة ده هيكون لي مين اللي هو ايه العفن الاسود رقم اتنين ما مصدر التغير الذي حدث على قطعة الخبز المبللة هي اتغيرت لي علشان بدأ ينمو عليها ويتقصر عليها مين فطر مين فطر اللي هو عفن ايه الخبز عن طريقه اللي هي جرسيم اللي هي موودة في الحوافظ الجرسومية بتاعته فبدأ تنزل على مين على قطعة الخبز اللي هي مبللة بدأ يوم بيته يطلع اللي هي أشباه الجزور وبدأ هنا يتقاصر على مين على اللي هي قطعة الخبز وبدأ هنا يكون لهمين العفن إيه الأسود لماذا لم يحدث تغير لقطعة الخبز غير المبللة اللي هي النشفة يعني كما حدث لقطعة الخبز المبللة يا ترى ما حصل لاش تغير ليه علشان احنا قلنا عشان الفطرة ده ينمو لازم يتوفر ظروف معينة شروط معينة ايه الشروط ديت لازم الرطوبة لابد من توفر مين اللي هي ايه الرطوبة والرطوبة طبعا ديت موجودة فين في قطعة الخبز مين المبللة انما طبعا مش موجودة فين في قطعة الخبز ايه اللي هي ايه غير مبللة او اللي هي الجفة حدد الشعب التي ينتمي اليها الكائن النامي على قطعة الخبز المبللة يا ترى فطرة عفن الخبز بيتبع شعبة مين بيتبع شعبة اللي هي الفطريات اللي هي تزوجية شعبة الفطريات التزاوجية ماذا يحدث عنده تواجد نبات الرشيا في بيئة جافة احنا عارفين نبات الرشيا مفروض بينمو فيه اللي هي ايه الاماكن الظليلة والراطبة طب دلوقتي حطناه في ايه في بيئة جافة ايه اللي يحصل له طبعا هنا مش هيدر ينمو يبقى هنا ايه لا ينمو مش هيدر يتقاصر وطالما ما حصلش نمو ولا تقاصر اللي يحصل له هيموت فقول له يموت لعدم قدرته على النمو والتقاصر فسر النباتات الخضراء زاتية التغذية بينما الفطريات غير زاتية التغذية هو امتى سمى اي كان حي زات التغذية يعني زات التغذية يعني يستطيع القيام بعملية البنية الضوي طب سؤال تاني هو امتى الكان يقدر يقوم بعملية البنية الضوي لما يكون عنده بلاستيدات عنده كلوروفيل وبالتالي اللي هي نباتات الخضراء عندها مين عندها بلاستيدات خضراء والبلاستيدات دي تنوى بتحته على مين على مادة مين على مادة اللي هي كلوروفيل اللي هي تقدر تمتص اللي هي الطاقة الضوئية في وجود سنمسودة كربون والمية والاملح تقدر تصنع اللي هي مادة كربودراطية والطلع لغز مين الاكسوجين اما الفطريات ما عندهش الكلام دا الفطريات ما عندهش مين اللي هي بلاستيدات خضراء وبالتالي دي تنوى بيكون غير زاتية التغذية عشان كده كده بتعيش اللي هي مطرممة او مططفلة رقم سبعة رتب الكائنات التالية تصعوديا يعني تصعوديا يعني من الصغار الكبير حسب درجة رقيها تصنيفيا حسب درجة ايه الرقية بتاعها فعندي هنا كلاميدومونس نستوك الدايتومات البنسليوم الفيوجير هنبدأ بمين هنا هنبدأ بالنستوك يبقى دا اول حاجة عندي طب ليه علشان النستوك دا لو احنا فاكرين كان بيتبع اللي هي مملكة مين اللي هي البدايات النواة هنا اولية النواة اولية يعني ايه يعني هنا غير محاطة بغشاء نووي يعني معنى كده ان المادة الوراصية موجودة في قلبي السايتوب لازم وبالتالي دا بيعتبر اقل رقيا بالنسبة البقين كلهم دا اول حاجة عندنا الحاجة التانية اللي احنا نبدأ نعملها اللي هي مين الدايتومات يبقى رقم اتنين دا عندنا اللي هو مين اللي هو الدايتومات دا بعديه الدايتومات بتتبع مين بتتبع اللي هي مملكة اللي هي الطلاقعيات النواة هنا اصبحت حقيقية تمام بعد كده عندنا اللي هي التالت حاجة عندنا اللي هو البنسيليوم. يبقى د어 ثلاث حاجة. البنسيليوم لو احنا فاكرين طبعا ده بيتبع مملكة مين اللي هي الفطريات شعبة مين الفطريات اللي هي الزاقية. عنده بعد كده اللي هو ده ربع حاجة طبعا ده بيتبع مملكة النبات برضك بس شعبة مين الطحالب ايه الخضراء. اخر حاجة عندنا اللي هو مين اللي هو الفيوجير يبقى ده رقم خمسة الفيوجير. طبعا ده بيتبع مملكة اللي هي نبات شعبة مين بقى الوعيات خلي بالنا طائفة مين اللي هي الصرخصيات فسر تختلف التحالب النارية عن التحالب الحمراء نارية وحمراء رغم تشابه اللون وطريقة اللي هي التخزية يعني اللون بتاعهم هما الاتنين احمر وطريقة التخزية هما الاتنين التخزية بتاعتهم زيتية لانه هما الاتنين يقدر يوم بعملية مين البناء الضوء ورغم كده هما الاتنين مختلفين طب ليه اول حاجة عندنا هي التحالب مين اللي هي النارية تمام الخيوب بتاعتها ديها تنوه بيكون اللي هي تحالب ديها تنوه غير معقدة التركيب غير معقدة التركيب وبتتبع مملكة مين اللي هي الطلاقعيات تتبع مملكة الطلاقعيات خلي بنا تمام وعندنا طبعا ديها تنوه بتحتوي على اللي هي كل رفل اللي هو العادي بالأخضر يعني بالجانب اللي هي أصبع إيه لونها إيه لونها أحمر وطبعا ديها تنوه بتحتوي على اللي هي صوتين يعني بتتحرك عن طريق اللي هي أصوات يبقى تمتلك صوتين للحركة عند الحاجة الثانية اللي هي مين التحالب مين اللي هي الحمر التحالب الحمر دي عبارة عن أعشاب عبارة عن أعشاب بحرية دي بيكون معقدة لديت غير معقدة ديت مواقدة التركيب الخيوط هنا ديت بيكون متمسكة مع بعضها وعنده برضه كان بيكون في حاملات اللي هي أصباب بيكون لونها أحمر بس ديت بتتبع مين بقى مملكة مين النبات مملكة النبات ده الاختلاف بينهم هما الاثنين رقم تسعة حدد المعيار التصنيفي الذي فيه ضوءه تم تصنيف نبات الفول ضن النباتات زوات الفلقطين احنا عارفين النبات الفول طبع مين النباتات زوات الفلقطين يا طرى اللي هي حطنا طبع اللي هي نباتات اللي هي زوات الفلقطين اول حاجة البذرة بتاعته وشكلها ايه بيكون عبارة عن فلقطين يبقى اول حاجة البذرة بتاعته عبارة عن ايه عبارة عن فلقطين طب ناخد كده اللي هي بعض الخصاص التانية بتاعت مين اللي هو النباتية الزوات اللي هي الفلقطين لما نتكلم مثلا عن اللي هي اول حاجة اللي هي الجزور بتاعته الجزور بتاعته بيكون وتدية جزور وتدية عاملة زي الوتد اللي هو الفلاح بيحطه في الارض عشان يربط بيه حاجة تمام فاسمها جزور ايه وتدية عند اللي هي الورقة بتاعته بيكون التعارض بتاعته شبكي شكل الشبكة يبقى عنده تعرف بتاع الورقة بيكون ايه شبكي عندنا كمان اللي هي الحزم الوعية بيكون مرتبة في شكل ايه حلقة يبقى عندنا الحزم الوعية مش مبعصرة زي اللي هي ذات الفلقة الوحيدة انما يكون مرتبة ايه في شكل ايه حلقة وبالتالي ديتنا صفات مين بتميز مين اللي هي ايه ذات ايه ذات الفلقتين بالاضافة كمان اللي هي المحيطات الزهرية بيكون اللي هي ربعية او ايه او خماسية او اللي هي المضعفات بتاعتها ينتمي ينتمي اللي هو الفيوجير الى شعبة مين اللي هي الحززيات ما مدى صحة اللي عبارة مع اللي هو التفسيرية ترى كلام ده صحة ولا غلط طبعا كلام ده غلط عبارة ايه عبارة خاطئة عندنا اللي هو الفيوجير بيتبع اللي هو مملكة طبعا ده مملكة النبات مملكة مين النبات شعبة اللي هي الوعيات وعيات يعني عنده أنسجة وعائية عنده خشب وعنده لحاء طائفة مين طائفة اللي هي الصرخصيات ده تصنيف مين اللي هو الفيوجير يبقى هي عنده هنا اللي هو الفيوجير عنده ايه اللي هي بيتبع شعبة الوعيات وهنا شعبة الوعيات يعني عنده أنسجة وعائية متخصصة عنده خشب لنقل المياه والأملاح عنده لحاء علشان ينقل اللي هي العسرة ايه الناضجة اللي هي بعدما النبات بيقوم بعملية البناء الضوي هيبدأ يوزع اللي هي العصارة دي على جميع أجزاء مين النبات حد طريق التقاصر في كل كائن من الكائنات الموضحة بالأشكال التالية مع توضيح أي منها يتواجد الخشب في أنسجتها أول حاجة عندنا ده مين ده عبارة عن اللي هو فطر مين عيش الأوروب وطبعاً فطر عيش الأوروب ده يتقاصر إيه؟ لا جنسي أنتري� telegrafim يبدأ بتقاصر لا جنسي أنتريمين الجرسيم وطبعاً ده ما عندوش إيه؟ ما عندوش خشب ما فيش إيه خشب هنا يبدأ ده لا يحتوي على إيه؟ على خشب ما عندوش أنسجها وقت أيها الحاجة التالية عندنا اللي هو نبات البسلاء أو البازلاء طبعاً ده يتقاصر اللي هو جنسي أنتري اللي هي الأزهر يبدأ ده جنسي وطبعا ده عنده ايه عنده اللي هي انسية وعقية اللي عنده خشب وعنده لحاء بعد كده عندنا اللي هي البكتيريا اللي هي العصوية طبعا ده تنابطة تقاصر اللي هي جنسي اللي هي جنسي عن طريق اللي هو الانشطار السنائي وطبعا ده ايه ما عندهاش مين ما عندهاش اللي هو الخشب هنيجي بعد كده اللي هو مين الفيوجير ده الفيوجير والفيوجير ده بيتقاصر اللي هي جنسي عن طريق جراسيم يبقى لها جنسي عن تري مين الجراسيم اللي هي موجودة على السضح السفل اللي هي الأوراية بتاعته اللي هي ريشية الشكل وطبعا ده ما عندهوش خشب هنيجي بعد كده اللي هي النبات مين الصنوبر وطبعا ده بيتقاصر جنسي لأن ده بيكون مخارقة اللي هي مزقرة ومخارقة مين اللي هي مؤنسة وده عنده إيه عنده اللي هو الخشب عشان بيتبع مين اللي هي الوعيات يعني عنده خشب وعنده لحاء صنف النباتات التالية في أماكنها المناسبة باستخدام المفتاح التصنيفي السنائي وهنا مديني طبعا مفتاح زي ما احنا شايفين عند هنا اللي هي وجود اللواء الصق وعند هنا لا يوجد وهنا ايه يوجد اللواء الصق بعد كده اللواء الصق ده موجود بدأ أسمته إلى يوجد به جرسيم ويوجد به ايه بزور بعد كده بدأت أسمه مديني هنا كائنات اللي هي البسلة والصنوبر في جير الزرة والإزبيرو جايرة عاوزين هنا نبدأ ايه نصنفها فنبدأ هنا بأول حاجة عندنا اللواء مين رقم واحد عندنا لما اجا أمشي كده مع بعض هلاقي هنا ايه ما عندوش مين ما عندوش صق ما عندوش ايه صق يا ترى مين الحاجات اللي قدام هنا ما عنداش صق طبعا مين اللواء مين اللي هي إزبيرو جايرة فنختار هنا رقم مين رقم واحد يبدأ عبارة عن إزبيرو جايرة الحاجة اللي بعد كده كل اللي فضلين عندي عندهم مين عندهم صق طيب فهناخد رقم اتنين كده قال لي ايه عنده ساق بس هماشي معا كده قال لي ايه يوجد بي ايه جراصيم يبس ساق هنا عنده ايه عنده جراصيم يطرى مين احنا خدنا طبعا ده خلاص يطرى مين اللي هنا ينمو عن طريق جراصيم في دولات طبعا اللي هو مين اللي هو الفيوجير اللي هو مين الفيوجير يبتفضل لرقم اتنين ده اللي هو الفيوجير يبدا خدنا اللي هو مين الفيوجير بعد كده رقم تلاتة عنده هنا اللي هو همشي معه دي عبارة عن عريات اللي هي البزور عريات مين اللي هي البزور وفي نفس الوقت هنا بتكون ايه اللي هي بزور وعندها ايه وعندها ساق مين اللي عنده كلام ده اللي عنده طبعا الكلام ده اللي هو مين اللي هو نبات الصنوبر يبعا عند مين الصنوبر يبعا ثلاثة ده عبارة عن نبات اللي هو الصنوبر هنيجي بعد كده رقم اربعة عند هنا دية اللي هي مغطاة البزور تمام ومواطات البزور هنا استمتلئ إلى حاجتين أول حاجة اللي هي زاتة فلقة واحدة وزاتة فلقتين رقم 4 ده لا وزاتة فلقة واحدة يطار البسلة ولا الزرة اللي هي زاتة فلقة واحدة طبعاً اللي هي زاتة فلقة واحدة اللي هي مين الزرة يبقى الزرة ده عبارة عن إيه عبارة عن الزرة أما لا وزاتة الفلقتين اللي هو مين اللي هو نبت مين اللي هو البسلة يبقى ده رقم كام رقم 5 كن بعمل مفتاح تصنيفي لكل مما يأتي اول حاجة عندنا مديني مجموعة الكائنات عفن خبز الخميرة البنس اليوم يعيش الغراب معتمدا على فابقول لي هنا اول حاجة اللي هو تركيب مين تركيب الفطر يطره وحيد الخلية او عديد الخلية يبقى هنا المفتاح التصنيفي هنا عشان اعمله هقسمه لخنتين يبقى عندنا هبدأ بكده اول حاجة تركيب مين تركيب اللي هو مين الفطر هأسم الكلمة دي الى حاجتين هطلع منها حاجتين اول حاجة كده عندنا اول حاجة هدخنتين همت ده الاولاني وده التاني الاولاني هنا واقل هنا ايه اجيب الكلام ده من اللي هو ايه اللي خليب انه مش هقلف حاجة من عندي الاولاني وحيد الخلية والتاني ايه عديد ايه الخلية يبقى اول حاجة كده وحيد الخلية والحاجة التانية اللي هو ايه عديد الخلية طيب اللي هنا بعد كده نوع اللي هي الخيوط الفطرية نوع اللي هو الخيوط مين اللي هي الفطرية مقسمة او غير مقسمة هاجة هنا اللي هو عديد الخلية هابدأ اسمه الحاجتين يبقى ده اسمه الحاجتين هو بالشكل ده اول حاجة قال لي ايه قال لي هنا اللي هو نوع الخيوط الفطرية مقسمة او ايه او غير مقسمة يبقى قوله خيوط خيوط فطرية مقسمة وعند الحاجة التانية خيوط فطرية غير مقسمة هنكمل كده معاه بعد كده قال لي مكان اللي هي تكوين الجرسيم مكان تكوين مين اللي هي ايه الجرسيم يطرى داخل اكياس جرسومية او داخل تركيب مين سولغاني يبقى عندي اللي هي الخيوط اللي هي المقسمة دي تنقل فطرية اللي هي مقسمة هقسمها الحاجتين على حسب مكان اللي هي جرسيم يبقى دي تتقسم لحاجتين وبالشكل ده حاجتينهم تاني او الخيانة عندي قال لي ايه قال لي هنا داخل اكياس ايه جرسومية يبقى هنا الجرسيم داخل اكياس جرسومية ده هو الحاجة الحاجة التانية قال لي ايه او داخل تركيب ايه سولغاني يبقى عندي هنا داخل مين تركيب ايه سولغاني الحاجة التانية عندنا اللي هي جرسيم داخل تركيب سولغاني نكمل كده معاه يبقى ده اللي هو ايه اللي هو مدهني طيب تعال بقى نشوف كده اللي هي كانت اللي هو مدهنة فعندي هنا مدين اول حاجة اللي هو مين مدين اللي هو عفن خبز وخميرة ويبنس اليوم وعيش الوراب احنا دلوقتي عاوزين اول حاجة اللي هي كانت مين وحيدة الخلية طبعا ده زي مين زي الخميرة فطر مين فطر الخميرة تمام عندنا يبقى احنا اخدنا ايه الخميرة خلاص بعد كده عاوزين اللي هي جرسيم اللي هي بتتكون داخل مين اكياس ايه جرسومية طبعا زي مين زي اللي هو البنس اليوم يبقى نكتبين ايه البنس اليوم بعد كده عاوزين اللي هي جرسيم داخل مين تركيب سولغاني سولغاني زي مين عيش الغراب هيتفضل مين اللي هي الخيوط اللي هي الفطرية اللي هي غير ايه غير اللي هي مقسمة غير مين مقسمة طبعا زي مين زي فطر مين زي فطر مين عفن ايه عفل خبز يبقى ده فطر عفن الخبز ده اسمه مفتاح ايه التصنيفي رقم اتنين يديني هنا مجموعة كائنات تانية الفيوجير الصنوبر الصبار الفول معتمدا على مفتاح تصنيفي تاني اول حاجة هنا تكوين الازهار او عدم تكوين الازهار يبقى هنا التصنيف اللي انا اعمله هنا على اساس او مفتاح التصنيف على حسب وجود مين اللي هي ايه الازهار يا ترى موجودة ولا لا فالازهار هنا اسمه الخلطين اول حاجة عندي كده يبقى عندنا حاجتين اهمت اول حاجة عندنا اللي هي ايه وجود مين وجود اللي هي الازهار والحاجة التانية عدم تكون الازهار ده اول حاجة عندنا طيب عندنا اللي هي بعد كده تكوين البزور او عدم تكوين اللي هي البزور طبعا مين اللي بيعمل الكلام ده اللي هي الزهرة لان الزهرة بيحدث فيها التقاصر مين اللي هو ايه الجنسي فعند اللي هي وجود الازهار ديتنا اسمها الخنتين هو بالشكل ده اول حاجة عندي كده اول حاجة اقول له ايه تكوين مين البزور والتانية عدم ايه تكوين مين البزور يبا دي تكوين البزور وهنا عدم تكوين البزور دي اول حاجة بعد كده هل هنا اه نوع البزور زاتة فلقة واحدة او زاتة فلقتين اللي هي كونة البزور ديت اللي هي كونة البزور هي السمها الخنتين يا متن تكون فلقة واحدة يا متن زاتة فلقتين يبا دي هي السمها الحقتين دي الخانة الاولانية ودي الخانة التانية تمام اول حاجة اللي هي ايه زاتة فلقة ايه زاتة فلقة واحدة او زاتة فلقتين احنا كده عملنا مفتاح التصنيف تعال نكمل بقى مع بعض ونحط الكينات فيه فعندنا اول حاجة كده اللي هو مين اللي هو الفيوجير الفيوجير طبعا عشان نحطه احنا عارفين طبعا الفيوجير ده ما بيكونش ايه بزور ما بيكونش مين اللي هو البزور احنا قلنا هنا ايه عدم تكوين مين اللي هو الازهار اللي هي ما بيكونش الازهار هنا ممكن نقسمها الى حاجتين يا متن بيكون بزور يا متن ما بيكونش بزور يعني دي كمان أسمى الخانتين حاجتين عندنا أول حاجة تكوين تكون البزور يا متن إيه عدم تكوين البزور إحنا قلنا أول حاجة عندنا مين اللي هو الفيوجير إحنا عارفه الفيوجير لا يكون مين لا يكون بزور فحطه هنا ده اللي هو مين الفيوجير بعد كده عندنا مين اللي هو ايه الصنوبر طبعا الصنوبر ما عندهش أظهر وفي نفس الوقت بيكون مين بيكون اللي هو ايه البزور يبقى ده هنا ايه الصنوبر يبقى احنا خدنا الصنوبر بعد كده اللي هو مين الصبار الصبار طبعا أحطه مع مين أحطه اللي هي ذات الفلقة الوحيدة يبقى عندي هنا ذات الفلقة الوحيدة أحط هنا ايه الصبار هيتفضل اللي هي ذات الفلقتين اللي هو مين عندنا هنا اللي هو مين الفول يبقى هنا نكتب ايه الفول يبقى كده انتهامين المفتاح التصنيف قد يكون الكائن الوحيد الخلية ولكنه اقصر رقيا من كائنات عديدة الخلية مما ده صحة العبارة مع التفسير طبعا الكلام ده صح اقول له عبارة صحيحة عبارة صحيحة طب ازاي لو احنا اخدنا مثال مثلا اللي هو تحلب اللي هو الكلاميدو مونس تحلب الكلاميدو مونس التحلب ده ازاي ما احنا عارفين مصنفه طبعا مين طبعا مملكة مين مملكة اللي هو النبات مملكة النبات التحلب ده خلي بالنا ده عبارة عن تحلب اللي هو وحيد الخلية تحلب وحيد الخلية عنده طبعا باللاستيدا بيكون فين جانات الشكل بيقدر يوم بعملات مين البناء الضوئي عندنا فيه طحال او فيه كائنات تانية بيكون عديدة اللي هي الخلية عندنا فيه كائناتين يكون كائن عديد الخلايا زي مثلا اللي هي بتتبع لي مملكة اللي هي الفطريات زي مثلا اللي هو فطر البنسليوم أو فطر عفن الخبز الكائنات دي يكون اللي هي عديدة مين عديدة اللي هي الخلايا ورغم كده بصنفها طبعا مين مملكة مين مملكة اللي هي الفطريات مملكة ايه الفطريات طيب هو دلوقتي مفروض من الارقة مملكة اللي مات ولا مملكة اللي هي الفطريات مفروض اللي هي مملكة اللي هي النبات دي ارقة من اللي هي الفطريات وهنا كان ايه وحيد مين وحيد الخلايا وبرغم كده حطوطه طبعا مين مملكة مين اللي هو ايه النبات يبقى عندي هنا برغم أنه عندي تحلب لهو كالميدو مونس وحيد الخلية إنما أنا صنفته في مملكة أعلى من هي مملكة مينة اللي هي الفطريات يعني أعلى من هي كائنات مينة اللي هي عديدة إيه اللي هي الخلية تعالى نحل مع بعض كده أرمات جديدة من الأسلة هنا عاوزين إجابتين نخلي بالنا فأول سؤال أي مما يلي من أوجه الاختلاف بين الكائن سين والكائن صاد عاوزين أوجه إيه الاختلاف طبيعي سين ده سين اللي قدامنا ده عبارة عن تحلب تحلب الكلاميدومونس اما صد اللي قدامنا ده عبارة عن اللي هي التحالب التحالب صنائية الاصوات صنائية الاصوات ويتحرك عن طريق صوتين تشوف كده الاختيارات احنا هنا عزيمين او اختلاف خلي بنا فرقم الف ولي نوع اللي هي النواة لا طبعا ما تنفحش معنا طب ليه علشان النواة هنا او هنا عبارة عن نواة حقيقية يعني ايه حقيقية يعني النواة بتحالب بغشاء النواة المادة الوراثية موجودة داخل مين داخل اللي هو النواة وليست موجودة في اللي هو البسيتوبلازم رقم بيه وجود اللي هي صبغ اللي هو كلورفيل برضا ما ينفحش معنا ليه علشان والله اللي هو التحلب ده عنده اللي هو صبغ كلورفيل وده برضك عنده صبغ ايه كلورفيل بجانب اللي هي الاصبغ ايه اللي هي الحمرة رقم جيم وسيلة اللي هي الحركة وسيلة الحركة بردك ما تنفعشي طب ليه علشان هنا بيتحرك عن طريق الاصوات اللي هي عنده وهنا بردك بيتحرك عن طريق الاصوات اللي هي عنده فإذا ده كما ما مينفعشي رقم دال الشعب التي ينتميان اليها طب عندي اول حاجة اللي هو تحلب اللي هو ده بيتبع شعبة مين ده بيتبع شعبة اللي هي التحالب اللي هي الخضراء طب ده اللي هي التحالب سنائية الاصوات بيتبع مين بيتبع شعبة اللي هي التحالب النارية يبقى معنى كده مختلفين فين في الشعبة ده طحالب مين خضراء ده طحالب مين ناري فإذا ده أول اختیار عندنا رقم هي المملكة التي ينتمين إليها طب ده ينتمين تبع مملكة مين مملكة النبات طب ده مملكة مين الطلاعيات فهم كمان مختلفين فين في المملكة فإذا ده الاختيار الثاني أي مما يلي من أوجه الاختلاف بين الك 지나ميدومونس واليوجلينا أول حاجة عندنا اللي هو عدد اللي هو الخلايا عدد مين الخلايا؟ طب من عندي ده وحيد الخلية وده وحيد الخلايا بيتدى أن ما ينفعش معنا نحن عاوزين اختلاف رأقم بي نوع التغذية طب ده بيتغزة إيه؟ زيتين طب ده بيتغزة إيه؟ زيتين لأن هما الاتنين عندهم كلوروفيل هما الاتنين عندهم ملسيدات هما الاتنين هي ضرقن بعملية مين البناء الضوئ منفعش معي رأقم جيم الشعبة التي ينتمين إليها طبعا ده أول اختيار عندنا طب ليه والله الكلاميدومونس ده بيتبع شعبة مين التحالب النارية تحالب النارية أما اللي هو اليوغلينة بيتبع مين شعبة اللي هي اليوغلينيات اليوغلينيات تمام يبقى ده تبع مين تبع اللي هي التحالب شعبة التحالب النارية وده شعبة مين اليوغلينيات فهما مختلفين فين في الشعبة فإذا ده أول اختيار الرقم ده العدد اللي هي البلسيدات الخضرة برضك صح لأن هنا الكلاميدا مونس عنده اللي هي بلاستيدة خضرة وحدة وبيكون شكلها في نجان الشكل عند طبعاً لو çaو بتكون عنده أكثر إيه؟ أكثر من بلاستيدة وبالتالة دا كمان صح بدأ الاختيار الثاني رقم هي وسيلة الحركة عند اللي هو كلاميدا مونس بيتحرك عن طريق اللي هي الأصوات عند اللي هي اليو جلينة بيتحرك برضاك عن طريق مين اللي هو الصوت اللي هو موجود عنده يبقى هم الاتنين بتحركوا عن طريق مين اللي هي الصوت وسيلة حركة واحدة ما ينفعش معنا. يبقى كده عند الإجابة رقم جيم ورقم آآ دال اختر من القائمة ما يناسب الفراغات. المخطط الذي يمامك يوضح أحد المفاتيح التصنفية مدين هنا نباتات اسمها الحكتين وعائية ولا وعائية. الوعية اسمها الحكتين نباتات زهرية ونباتات لا زهرية النباتات اللي هي لا زهرية اسمها الحكتين اللي هي بزرية وبزرية وهنا مدين رقم واحد ورقم اتنين وعاوزين نجيبه من هنا. طعلا بص على المندون كده هو مدين هنا ايه؟ مدين هنا بقول لي لها جزور وتدية. طب مين اللي عندها جزور وتدية؟ ده دي النباتات اللي هي مغطاة البزور اللي هي زهرية طب هنا قال لي ايه نباتات مين؟ لا زهرية ما عندهاش ازهرية ازا ده ما ينفعش معنا تمام؟ هيتفضل لي اوراق هنا ريشية واوراق برية. ممكن نختار حاجة منهم. طعا عندي هنا ايه تاني اوراق متوازية التعرق متوازية التعرق يعني بيكلمنا على مين؟ على اللي هي نباتات ذات الفلق واحدة برضا ما ينفعش معايا. عشان هنا اللي هي اصطا دي نباتات اللي هي مدين مين؟ لا زهرية ولاست ايه زهرية تكون بزور داخل غلاف سامري ما هي اصلا ما عندها الزهرة انا قال لي ايه لا زهرية في ازا ده كمان ما ينفعش هيتفضل الاختيارين دول اللي هي اوراق هريشية ووراق همين؟ ابرية تعال نركز مع بعض بكده. فعندنا كده اول حاجة اللي هي نباتات ما بيكونش بزور اللي هي بزرية وفي نفس الوقت ما بيكونش ازهر وكمان وعائية تمام؟ يا ترى مين اللي بينطبق على الكلام ده؟ اللي هو اللي احنا فاكرين زي نبات الفيوجير نبات اللي هي الفيوجير تمام؟ كان عند اللي هي صرخصيات طايفة اللي هي صرخصيات يعني كانت عندها اللي هي اوراق اللي هي بتاعتها اللي هي بيكون ريشية الشكل. يبقى هنا نختار مين؟ اوراق اوراق ايه؟ ريشية الأوراكت بتاعتها ريشية الشكل وكان اللي هو النبات ده ما مكانش بيكون اللي هو أزهار ولا بيكون مين اللي هي بزور وكان بيتقاصر اللي هو لها جنسة عن طريق اللي هو انتاج اللي هو الجرسيم النباتة التانية بيكون هنا بزور خلي بقى النباتة وفي نفس الوقت ما بيكونش أزهار وفي نفس الوقت وعائي طب مين اللي بينطبق عليه الكلام ده طبعا اللي هو مين زي الصنهبر اللي هو احنا فاكرين الصنهبر كان عنده هنا اللي هو طبعا بيكون عبارة عن طائفة اللي هي نباتات اللي هي معارضة البزور ما كانش بيكون ازهار وكان عنده مخاريط مذكرة ومخاريط مين مؤنسة وكاتل الاوراق بتاعته بيكون ايه اللي هي ايه ايه ابرية الشكل يبقى هنا نكتب ايه اوراق ابرية يا رب يكون فيهمنا ما تنسناش من صالح دعوكم كان معكم استرطار وإلى اللقاء ان شاء الله في حلقة قادمة وبالتوفير لجميع رب العالمين والسلام عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة